بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا أصبح التيار الصدري مرتعا لأصحاب الدعاوة المهدوية المنحرفة وهل سيتحول هؤلاء إلى نسخة ثانية من البابية والبهائية قبل حوالي كرنين من الزمان قام الشيخ أحمد الأحسائي بالدعوة بحماس شديد إلى قرب ظهور الإمام المهدي الغائب الإمام الثاني عشر محمد بن حسن عسكري الذي اعتقد الشيخ الأمامية الاثنى عشرية بولادته سنة 255 من هجرة وأنه لا يزال حيا إلى الآن هذا الشيخ أحمد الأحسائي كان يقول أن الإمام المهدي ما ندرك كيف يعني ينزل على وحية أو كان يقول الإمام المهدي سوف يظهر على رأس الألفية من ميلاده 1255 وقام بحركة بالعراق وبإيران والخليج والبحرين وكل مكان يبشر بقرب ظهور الإمام المهدي ثم توفى تلميذ سيد كارم الرشدي أيضاً فتشعبت حركته إلى حركات عديدة منهم الحركة الشيخية التي الآن موجودة وأيضاً البابية واحد منهم طلع وقال أنا باب المهدي ثم قال أنا المهدي ثم طورت الحركة إلى أن قال أحدهم بها الله تلميذ الباب أنا صار حركة بها أيها فدين جديد دين جديد خارج عن الإسلام وانطلق من حديث أيضاً كان يرونه أن المهدي يأتي بدين جديد وهذا أن المهدي جيب الدين جديد الآن السيد محمد صادق الصدر رحمة الله عليه أيضاً قام بحركة مشابهة لحركة الشيخ أحمد الأحسائي وصار يبشر بقرب ظهور الإمام المهدي وكتب هاي موسوعة جمع يعني جمع الحديث وكتبها ونشرها الموسوعة المهدوية وأن المهدي سوف يظهر ثم طرح فكرة السيد محمد صادق أنه هذا المهدي اللي غائب ومنشوفه هو يعني كيف أنه هو يعني هو موجود ومنشوفه أو يظهر بشكل أناس عاديين فلعن الخياط فلعن الصفار فلعن النحاس فلعن المعادر منه يمكن يظهر بشخص واحد آخر هاي الفكرة اتلاقفها عدد من تلامته وصاروا يقولون طيب إذن هو سيد محمد الصادر هو المهدي في حياته في التسعينات يعني هو كان يكافح حي الفكرة وينبدها لا يابع أن ترمون مهدي لا أنت مهدي بس ما تعترف كانوا يصرون على كلامهم ثم شقت كما تعرفون في السنوات العشرين وثلاثين سنة الماضية حركات دعاة المهدوية أو دعاة النيابة عن يمام مهدي أو اليماني أو هذا وكيل المهدي أو هذا كده صاروا يرتبطون بفكرة يمام مهدي ويدعون النيابة الخاصة عنه حركات عديدة بالعراق راح السيد محمد الصادر أجي ابن سيد مقتدا صار قائد التيار الصادري وهاي الحركات ما راحت ظلت الدور فهناك حركة تدعي أن السيد مقتدا هو اليمان المهدي متمثل بيه اليمان بناء على فالفكرة معينة شوي يطوروها لأن ذاك الشيخ أحمد الأحسائي كان يقول المهدي شلون غايب مو بالجسد المادي إنما بالروح الهيروقلائية طلع لفت كلمة عبارة عجيبة غريبة أبر عنه أنه هذا يعني روح المهدي فيمكن يحل بأي واحد يصير المهدي قبل أن ندخل إلى تفاصيل هذا الصراع الموجود داخل التيار الصدري الآن صراع حاد وعنيف وتهديدات بالقتل ومعارك التجري الآن بين التيار الصدري كما يقول السيد مقتدا مش أنا أقول بس نبدة صغيرة عن فكرة المهدوية فكرة المهدوية ظهرت في القرونة الثلاثة الأولى أنه الإمام العادل الإمام المهدي يعني الناس كان يبحثون في أيام الأمويين والعباسيين من الظلم اللي كان يشوفوا يعانوا من عنده فيأملون أن يكون فلان إماماً مهدياً يعني إماماً عادلاً تائراً ينشر العدل والقصة في المجتمع ويقضي على الجور والاستبداد والظلم هذه الفكرة لذلك كانوا الشيعة أدم أكثر من 20 حركة و20 مهدي كل يوم رحين على فد واحد يا أباً أنت المهدي وبعدين ما يطلع إلى أن طلع المهدي الفاطمي في أواخر القرن الثالث الهجري وقال أنا المهدي أنا المهدي النبي بشربية وأقام الدولة الفاطمية في هذا كان الخط إسماعيلي الشيعة إمامية إسماعيلية يعني ما رحون موسى بن جعفة رحون لا إسماعيل وتستلسل الإمامة فيهم الخط الموسوي يعني أبناء علي الرضا والجواد والهادي والعسكري كان قد وصل إلى طريق المسدود والإمام العسكري حسب الوفاة فأوصى بأمواله إلى أمه ولم يتحدث لا عن وجود ولد له ولا عن مصير الإمامة انقطعت الإمامة تلاشت وراحت فأجوا بعض الأشخاص ادعوا حوالي 24 واحد ليس 24 واحد ادعوا الوكالة والنيابة الخاصة عن هذا الإمام المخفي لعمر خمس سنين قالوا نحن نواب الخاصين إلى سموه فترة غيبة صغرى النيابة الخاصة وقالوا سوف يظهر هذا الإمام الغائب سوف يظهر بعد سنتين ثلاثة أربعة سنين عشر سنين ثلاث سنة أربعين سنة ومضت سبعين سنة ثمانين سنة ما ظهر هذا الإمام لم يولد كذبة كانت فهذا الخط الناس اللي كانوا يؤمنون لم يوجد هذا ولد بطلوا عنه أقروا كتاب الشيخ النعماني محمد بن أبي سين بن أماني كتاب الغيبة كتابها في أوائل القرن الرابع توفى سنة ثلاثمائة وأربعين وكتاب إكمال الدين الشيخ محمد بن علي بن بابوه صدوق أيضا في مقدمة هذا الكتاب تحدث أن عامة الشيعة بطلوا وصاروا يستهزئون يسخرون من فكرة واحد غايب المهم إجي الشيخ المفيد فنظر لهذه النظرية بلورها وجاء بجاء أجلة وقصص وكذا فصارت الفرقة الاثنية عشرية صارت تعتقد بأن هذا الإمام اللي ما مولود هو الإمام الثاني عشر وهو سوف يظهر في آخر الزمان سألوا البواهيين اللي إجوا حكمه بالعراق وإيران قلوا لزين ليش ما يظهر إحنا الآن عنصارة قالوا والله ما عادر ليش ما يظهر أولا كانوا يقولون خايف ما يظهر المهم صاروا الشيعة الاثنى عشرية ولدت هاي الفرقة الفرقة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري على يد الشيخ المفيد بلورد يعني كانت هي متفرقة ومتشتتة ومنهارة ورائحة إجي الشيخ المفيد بلورها وكتبها وكذا شوفون هذا الكتاب ورائي هنا الشيخ المفيد مفصلة أني عرض التطور التاريخي اللي صار في ذلك الزمان هاي الفكرة فكرة المهدوية قتلت الشيعة لأنه مشايخ الطائفة اشترطوا قالوا أنه هذا إمام معصوم معين من قبل الله تعالى وموجود بس دي ينتظر الظروف المناسبة حسه هو يشوف الظروف المناسبة يشوف عنده أنصار له لو الله يوحي إلى يقول لي يا بأبهر مختلفين شن هو نبي حتى ينزل عليه وحي طبعا لها بس هم يقولون ما يفعلون يعني يقولون الله يقول لي أبهر بإذن الله تعالى يا أبهر فشنو واجب الشيعة في هذا العصر عصر الغيبة الكبرى قالوا انتظروا وقعدوا ببيتكم وناموا بسرها ديب إلى أن يظهر هذا الإيمان إلى قبل 50-60 سنة الشيعة كانوا هكذا يقولون أيام مسير المحسن حكيم مسير الوخوية المراجع النجب في السيتينات كل كلام هو هذا إلى أن إجاء الإمام الخمين يطرح فكرة ال نيابة العامة أو ولاية الفقية قال لا يا بأي شنو ننتظر الإمام بلك ما طلع بعد آلاف السنين خلي احنا نسوي دولة ممهدون نمهد بالمهد هكذا التفوا على الفكرة يعني الفكرة السلبية المخدرة المميتة القاتلة هاي فكرة الانتظار فكرة وجود الإمام المهدي اللي ميجوز واحد يسوي أي شيء معطلين الدين معطلين كل شيء الثورة والحكومة والمشاركة السياسية وكل شيء ميجوز لازم ننتظر صحب الزمان يطلع المام الخميني كان بثورة حقيقة ثورة عظمى أنكثت الشيعة من هذا الكهب أو هذا البير اللي كانوا عقعين به ألف سنة الآن يرون شيعة أدم حكومات وأحزاب وحركات مقاومة وحركات مقاومة يعني احتيوا الشيعة الآن بالرغم من ذلك هذه الفكرة الفكرة المهدوية كما قلنا قبل 200 سنة جاء الشيخ أحمد الأحسائي وكان بشر رح يطلع الإمام مهدي رح يطلع الإمام مهدي فجمعت قالوا وين واحد منهم طلع قال أنا إمام المهدي وسوى الحركة البابية وثم صارت حركة بهائية الآن التيار الصدري هو أكثر الناس بالعراق اللي يدعو إلى قصرة الإمام مهدي يعني سيد محمد الصدري رحمة الله عليه موسوع المهدوية وكان يحكي كثير حول المهدي وصار التيار الصدري هو أهم شي جيش المهدي صار في البداية هذا جيش المهدي سقام بحركة مقاومة شوية جيش المهدي يعني هم سووا أشياء إيجابية ومن ينكر ها يعني ولكن هاي الفكرة بقت يعني عدهم دول أتباع التيار الصدري أنه طيب منه الإمام مهدي شو يظهر لماذا لا يظهر وحتى قبل مدة قبل أربع خمسة شهر في سيد مقتدى أيضا أصدر بيان قال ليش ما يظهر الإمام ما عنده عدد متوفر من الأنصار أو أنه بإذن الله تعالى يظهر أو هو يقرر يظهر شلون يعني يطرح بعض الأسئلة حول الموضوع هذا لماذا لا يظهر الإمام مهدي بعد ما حرق ذاك الرجل القرآن في السويد هو كتب تعليق هو التيار الصدري يعني أيضا عايش يعني سيد مقتدى وسيد أبو أيضا سيد محمد الصدر هو عايش على هالفكرة يعني أنا نائب الإمام أبو كان يقول مو هو يقول أنا نائب الإمام مهدي والمراجع كلهم يقولون هالشكل حتى سيد السستاني يعني مستغلين هاي الفكرة وجود هذا الإمام من قديم من قبل 500 سنة تقريبا الشيخ علي عبدالعا الكركي أيام الدولة الصفوية قال يا بترى كل فقيه هو نائب الإمام بالنياب العام مو بالنياب الخاصة فشوفو كل واحد فقيه صار الآن أو اعتقد أنه فقيه وقد لا يكون كذلك يقول أنا نائب الإمام العام فإذا أنا الحاكم الشرعي وأنا ولي أمر المسلمين هكذا كل شيء تستاني الآن يكتب هكذا هذا فكرة خطيرة سويدنا ديكتاتورية وانا يجي واحد يقول أنا نائب الإمام مهدي يعني نائب الله وعدم حديث يقول الرد عليهم كالرد علينا ورد علينا كالرد على الله ورد على الله على حد شرك بالله فيصير مشرك واحد له لازم تقلد وتسمع كلام هذا المرشع هو نائب الإمام فكرة خطيرة هاي من نتائج الإمام بوجود محمد بن حسن عسكر مو فقط ما هو كفير هنا النياب العام لا هناك من يدعي النياب الخاصة وعد أكثر من ذلك يجيو الناس يقولون لا مو نائب خاصة لا هو الإمام مهدي متمثل بهذا وذاك متمثل سيد محمد الصدر سيد الآن الأبن سيد مقتدع هو الإمام مهدي وسيد مقتدع صلى سلمان يصرخ ويقول يا ابا ترى أنا مو الإمام مهدي وإلا عن دول الجماعة اللي يدعون سنقال كون بيانات ملاته وهم يقول لا إمام مهدي ويبايعو تعالوا العام الماضي دعا إلى الاعتكاف وفي رمضان وذول طلعوا قالوا مقتدع الصدر وطلع بيان ضدهم وسنقال لكم البيان هذول جماعة وجماعة آخرين لما هو يتبرى منهم تبرى من دول يسمون أصحاب القضية يعني أن السيد المقتدع هو الإمام مهدي يتبرى منهم ولعنهم قالوا زين أبي نحن نجيب لنا واحد ثاني من التيار الصدري زياد ما هذا هو الإمام وهو واحد ثاني سوي مهدي فشوفوا هذا السيد المقتدع هالأيام ما عنده شغل عمل إلا التبرع من هؤلاء ولعنهم ومكافحتهم ومده ينجح صاير التيار الصدري مرتع للدعاوى المنحرفة وسوف نبحث ونتساءل لماذا لم ينجح السيد المقتدع في مكافحة هذه الحركات وما هو مستقبل هذه الحركات في المستقبل إلى أين ستؤدي خلنا نقراركم بعض البيانات ونشوف ما هي المشكلة يعني المشكلة كبيرة حقيقة وذول يؤثرون على المجتمع العراقي بأتبار من تيار أكبر تيار في العراق عند الشيعة أكبر حزب في العراق وإذا آمنوا في العقائد من حرفة فهو سيؤثرون على كل الشيعة سلبا ومنا ومنا يؤثرون عليهم يضربون المرجعية والمرجعية يضربون ومساكل الحروب يعني الله يشتر في المستقبل ماذا يحدث نتذكر العام الماضي في تاريخ 23 أيار يعني في رمضان السيد أصدر بيان وقال هؤلاء مقتدى الصدر يجدد براءته من أصحاب القضية ويصفهم دولة أعداء الله دولة أصحاب القضية مختصر عنهم هم أعلنوا مبايعتهم الإمام المصلح الموعود مقتدى مهدي الأمم عليه السلام مبالغة فيه بسهما جماعة تيار صدر البقية ما يقولون هالكلام بس ينظرون السيد مقتدى كأنه فوق المراجع يعني طاعتهم إلى أنه هذا فالشي يعني عند علاقة بالإمام مهدي إذا هو مو الإمام مهدي فهو عند علاقة مع الإمام مهدي يزل الرسائل وكذا 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 وذول بعض الشيوخ اللي يجيبون ويجيبون قصص وأساطير الحكومة العراقية أوقفت عدد من أفراد المجموعة العام الماضي وقدمتهم المحاكمة ووصفتهم بأنهم أصابت تثير الفتن ورغم تنديد مقتدى الصدر بأفكار هذه المجموعة وإعلان رفضه لها لكنها عادت لتؤلم تمسكها بدعوتها عبر فيديو نشرته في رمضان الماضي ويظهر الفيديو ثلاث ملثمين تولى أحدهم الحديث معلنا عن برنامج عمل خطوتين ترص أولاهما على مبايعة الصدر تعالوا مبايعة الصدر إماما مهديا ومطالبته بالعدول عن قراره اعتزال العمل السياسي شلون أنت إمام مهدي وتعتزل العمل السياسي وبكرة خافت رح تغيب وصل غيبة صغرة وغيبة كبرى والعودة لقيادة التيار الصدري حتى يقيم دولة العهد الإلهي أما الخطوة الثانية فهي الزحف على بغداد شوفوا هذه الخطورة معلته الزحف على بغداد بالاستيلاء على السلطة بعد ما كان لدينا نظام ديمقراطي وانتخابات ومدرش ما نعلم بي بعد إزاحة دولة بين العباس التي يترأسها طاغية كما قالوا رئيس الوزراء يعني الشيعة السوداني حمد الشيعة السوداني فهنا السيد مقتد الصدر نزعج كثيرا من هؤلاء وأصدر هذا البيان أقرأكم من الخبر كما ورد في الأخبار جدد زعيم التيار الصدري مقتد الصدر البراءة مما يعرفون بجماعة أصحاب القضية وعد أن الحرب السياسية مع الفاسدين تحولت إلى حرب عقادية لأن أدنى حرب عقادية في داخل التيار الصدري وألمح إلى ظلوع الفاسدين والمشقين من تياره بالوقوف خلف ظاهرة أو ظهور هذه الجماعة بالاستعانة بأياد خارجية هي طبعا تهم لم نتأكد منها حتى الآن هو دعم نكرر وبعدين راح زار مرقد والده وشقيقه وتزامنا مع الذكرى الـ 25 لغتيالهم وتألا هناك بيانا قال فيه هذه الزيارة لسيد الوالد أصالة عن نفسه ونيابة عن المؤمنين الذين حرموا من الزيارة بسبب ذوي العقائد من حرف اللي قال ما تجون أرجو أن يتقبل منا ومنكم صالح العمال وأضاف أضم الله أجر المؤمنين والمؤمنات في ذكرى استشهاد الولي الصالح والعبد الفاني السيد الوالد السيد الوالد والنجلي تقدست أسرارهم نستغل هذه الفرصة بعيدا عمن أغضبنا على الصدر مشكلة هنا وحجي يغضب على الصدر وعمن غالى في حبنا على الصدر ذلك وأقول إذا قال لي الله تعالى أن تتخذوني إماما فأجيب سبحانك يا ربي ما يكون لي أن أقول ذلك مثل نبي عيسى عليه السلام إن قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك بل كان بل كل من ادعى أنني الإمام المهدي فهو عدو الله وعدو آل الصدر وعدوي على وجه الخصوص بل كل من خذلني في إبعاد هذه الشبهة عني ولم يقاطعهم فهو ليس مني في شيء حتى بالتيار الصدر يكون ناس مترددين يعني ما يسمعون كلام الصدر دائما إلا إذا تاب وأصلح واتقى والله رب العالمين ولا توبة للمدعين وأضاف وإن قال لي والدي هذا الله إذا سألك أنت شنو تقول عن إمام المهدي ولا عن ما قل وإن قال لي والدي أنت دعيت بأنك الإمام المهدي فأجيبك يا سيدي ما كان لي ولا ينبغي لي ولا يحق لي ذلك فإنها كبيرة وفيها ظلم عظيم للإمام المهدي عجل الله فرجل مشيرا إلى أن كل من ادعى أن الإمام المهدي فهو عدوك ديشير للقبر أبو يعني يتكلم يا أبو وعدوي وليس من أتباعنا على الصدر ومضى الصدر مخاطبا والده قائلا سيدي إني أعتزلتهم وما يدعون لأنهم غير مستحقين لوجودنا بينهم ومعهم ولمن يدعي بأنني المصلح الأمين أقول لا تشبه وجه الإصلاح والمصلحين فما أريد أن أكون جبارا في الأرض وما أريد أن أكون من المفسدين ولا مع الفاسدين لا في داخل التيار يعني تيار الصدر يقصد ولا خارجه وما أكثر فسادا أن يدعى أن يدعي الفرد الإمامة وما أكثر فسادا أن تدعوا لي ذلك فإن رضيت لي قائدا إصلاحيا غير مستهد ولا معصوم ولا إمام فأهلا بكم كي يتواضع الرجل وإلا فهذا فراق وبيني وبينكم إلى يوم الدين إذا تغالون بي أكثر من ذلك سووا هذا مستهد ومعصوم وإمام فهذا انحراب كبير حقيقة وختم الصدر يعني بارك الله فيه ليعلن الموقف هذا وختم الصدر بيانه منوها بأن الحرب السياسية مع الفاسدين قد تحولت إلى حرب عقائدية فهذا ديدا للفاسدين والمشقين وتدعمهم أياد خارجية ما ما قلنا منه الأياد الخارجية حتى الآن أدت مرات أشار إلى ذلك وتعرفون ألغى مراسم الزيارة وقال الصدر في تسجيل صوتي أن الهدف من قراره يعني إغلاق مقبرة والده ومنع الزيارة قال البراءة من الشواد وذوي العقائد منحرفة ممن يدعون أنني الإمام المهك فأنا مقتدى ابن محمد الصدر وأنا خادم من شسعي نحله الإمام المهك ولا أدعي ذلك وما كان لي أن أدعي ذلك أو أن يدعي لي أحد ذلك وشدد على أن أفضل عقوبة لهؤلاء هو حرمان الجميع من مراسم العزاء في ذكرى استشهاد الوالد لهذا العام ليكون من آل الصدر والمخلصين لنا إعلانا للبراءة منهم ومن وجودهم بيننا وفيما أكد الصدر إيقاف كل بظاهر العزاء هذا العام على العام الماضي وإغلاق مركض والده لمدة خمسة أيام مطالبا أن صاره بالطاعة وعدم الحضور لأداء العزاء وحذ أتباعه على منع أصحاب القضية من زيارة قبره مستقبلا حتى إذا هو مات وجوزه قبره إذا لا تخلوهم طيب يعني مشكلة حقيقة كم سنة صار للسيد مقتدى هو يكافح أولاء أولاء بعد موجودين وعلى أن يعلنون أن أولاء يصرون على دعواهم الباطلة في مقابل هذه الدعوة حول السيد مقتدى أنه هو الإمام هدي هناك حركة أخرى إنشقاقية ثانية ظهرت وأيضا أصدر بحقهم أدة بيانات نقرأ البيان الأول البيان الأول بالتاريخ واحد وعشرين جمادة الأولى ألف واربعمية وأربعة واربعين يعني قبل سنة وشهرهم تقريبا استفتو يعني دعم هكذا يظهر فيه واحد يستفتوه ويعلق سماحة سيد القائد مقتدى الصدر أعزك الله تداولت في الآمن الأخيرة عن ظهور حركة سلوكية تدعي المهدوية والإمامة تدعي المهدوية والإمامة بغطاء سياسي واقتصادي واجتماعي وحوزوي خطيرة جدا هذه يعني الدعم حقيقة إذا كان هذا الشيء صحيح فهي حركة يعني مترسخة ومتجدرة في المجتمع وفي التيار الصدري هكذا يقول المستفتي والله أعلم وهم على مجموعتين متناحرتين دولة همت مو بس حركة حركتين وقد يصل الأمر بينهم للتصفيات الجسدية واحد دقتل ثاني وإقاع الفتنة بين أوصات التيار الصدري هالأهم شيء خصوصا والمؤمنين عموما مو بس بالتيار الصدري هؤلاء يقعون فتنة به الدعوة مالتهم في أموم المجتمع الشيعي وهم يمارسون التهديد على بعض المؤمنين للسيد بمنهجهم ومبايعتهم والالتحاق بهم كأنه ذول انشقاق صاعد في التيار الصدري وهم كل من جاء بين أسماء مجموعة منهم السيد زياد الصافي مدعي الإمامة مسميها هذا السيد أياد الصافي السيد أماد الصافي السيد علي الصافي نرجو من سماحتكم بيان موقفكم من هذه الحركة المشبوعة مجموعة من طلبة الحوزة العلمية فيجا أوبهم السيد المقتدى بيان صدر بسمه تعالى قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد يستمسك بالأروة الوثقة وهؤلاء طواغيت ماكرون وليس لهم من الباطن والمعرفة حتى أدناها بل هم طلاب دنيا وأشاق مال ليس لهم من الآخرة أي حظ على الإطلاق وقد عاثوا فسادا بعقائدهم وعقائد المؤمنين منذ زمن السيد الوالد قدس سره كانوا حركة قديمة وقد طردهم وفسكهم ولعنهم وعدهم مستمرين حتى الآن كان أكثر من 30 سنة فالواجب مقاطعتهم والابتعاد عنهم وتبليغ الجهات الرسمية المختصة عنهم مخابرات يعني فهم أعداء لوحدة الصف يمزقون التيار الصدري ومزقون الشيعة أيضا ومشكوكم في أفعالهم ولا يستبعد أن يكونوا مدعومين من جهات مشبوهة فاحذرهم لا يستبعد هنا يقول يعني مو متأكد يعني يتهمهم الآن وكل من التحق بهم أو يلتحق بهم من التيار الصدري فهم ترودهم فورا فوجودهم بيننا مضر جدا لا غفر الله لهم وأسأل الله أن يعاملهم بعديهم الدين والسلام على من اتبع الهدى مقتد الصدر من النجف الأشرف 21 جماد الأولى 1444 العام واضح وما انتهوا ذولا ولا بطلوا ولا تراجعوا يبدو مستمرين فهنا عند بيان ثاني قبل خمسة شهر في صفر بيان ثاني أيضا يحذر منهم بس يحذر بعض الأسماء ما دل زعيم ما دلهم اللي هو زيادة الصافية ماذا ما يذكر أسمه فهكذا في الأخبار مقتد الصدر يحذر من تنظيم من حرف عقائديا ويدعو إلى مقاطعته ويقول لا يتوانون عن قتلي لول يردون قتلوني إلي باسمه تعالى هناك تنظيم من حرف عقائديا يقوده كل من واحد المنحرف أياد موسى كاظم الصافي ثانيا المنحرف علي موسى كاظم ثلاثا المنحرف ياس خضر البغدادي أربع وغيرهم مما لف لفهم ما ذكر عماد وزياد بهالبيان هذا ما در ليش فعلى متراجعين رايحين ميتين ما عرف ليش فعلى كل من يدعي حبنا على الصدر أو الانتماء للتيار الصدري مقاطعتهم وعدم التعاون معهم وعدم السماع لأراجيفهم وأكاذيبهم وادعاءاتهم القرب من الإمام الميد عليه السلام يعني هما يدعون القرب وكالة مااخذين نيابة مااخذين أو يدعون هما الإمامة في البيان السابق قالوا لا هما يدعون الإمامة والمهدوية ويدعون القرب من إمام الميد عليه السلام فكلهم أصحاب وأفكار منحرفة وهم دنيويون يماكرون يفاسدون بل يجب إبلاغ الجهات المختصة أن أماكن تواجدين فهم يضرون بالمذهب والدين ويهدمون اللحمة الوطنية هذه المشكلة هنا ولتعلموا أنهم آذوا سيد الوالد في حياته كما هم الآن يؤدونني ويريدون النيلة مني ولا يتوانون عن قتلي بدعم داخلي وخارجي لكن لا يجوز المساس بحياتهم لا تروحوا أن تقتلوهم هذا النوع من تحرير عليهم وهم قد بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وهم جند لأجندات خارجية وداخلية تدعم ما يسمى أصحاب القضية لعنهم الله بلعائمه وكل من يتعاطف معهم فأنا أبراء منه إلى يوم الدين من النجف الأشرف التوقيع مقتدى ابن سيد محمد الصدر 13 سفر الخير 1445 والخطب أيضا موجود يعني في ظاهرة خطيرة الآن تنمو وتتشعب بالتيار الصدري مع الأسف الشديد ما هو الحل؟ هل يستطيع الصدر اقتلاع جذور الفتنة بالخطابات والبيانات فقط؟ أم يحتاج إلى إعادة نظر في موضوع وجود الإمام الغائب أساسا هذا المهدي منتظر اللي مخبر الشيعة صار لـ 1200 سنة وبسبب لهالانحرافات كل يوم يطلع في هذا الانحراف جديد هل هذا موجود؟ فعلا موجود؟ ولماذا لا يعيد الصدر نفسه البحث في هذا الموضوع؟ يعني السيد والد والده بكتر الموسوعة المهدوية ولكن واحد لا يعني هو وتلامثته وأصدقاءه وزملائه يعني من الضروري أن واحد يعيد النظر في أساس الفتنة أساس المشكلة أن واحد يؤمن بوجود شخص صار 1200 سنة عمره بدون أي دليل شرعي لا من القرآن مجرد يعني قياسات باطلة وظنون وأوهام وخرافات وأساطير والمشكلة إحنا أدنى يعني الأسطورة تلت أسطورة أخرى والانحراف يجر انحرافا جديدا ويوميا أدنى انحراف جديد بهذا المجتمع اللي ما عارفين يبني هذا البلد إحنا الآن بالعراق أدنى حرية الحمد للعرب العالمين ولكن أدنى مشكلة الطعفية أدنى مشكلة سياح وسنة مشكلة طعفية تعيق بناء البلد الآن حتى بناء النظام الديمقراطي دعيف شل لأنه عندنا مشكلة طعفية كل واحد يجر مننا وعلى يجر مننا وأيضا في داخل الشيعة عندنا التيار الصدري والمرجعية المرجعية أدفة خط وذول التيار أدف خط وأيضا هناك حركات أخرى شيعية عصائب الحق وكتاب حزب الله وأيضا حركات أخرى هم تؤمن بالمهدي بس ما تتبع مقتد الصدر ولا تتبع المرجعية فالمجتمع العراقي الشيعي أيضا ممزق إلى عدة حركات وهناك مخاطر من الاشتباك بينها كما أشار السيد مقتدى نفسه مخاطر الاشتباك في داخل التيار الصدري الناس يقتلون بعض الناس يهددون بعض مشكلة كبيرة فلازم نعيد النظر بكل هذا التراثي بوردنا نظرية الإمامة ووجود الثاني عشر ونتشبع بالثقافة الديمقراطية الثقافة الإنسانية الثقافة الإسلامية أنه إحنا مسلمين ونؤمن بالله تعالى وبالنبي والأنبياء ونؤمن باليوم الآخر ونصدم ونصوم ونزكي ونحج والموضوع السياسي خارج إطار الدين يعني الله سبحانه وتعالى بالقرآن لم يتحدث عن النظام السياسي ولا عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإحنا عدنا النظام الآن قام على الشورى المشكلة المزمنة تاريخية أن الشورى شرعية ومحققة ولا لا الآن إحنا نمارس الشورى ألف سنة ننتقد الشورى ونقول الشورى باطلة وليس الجماعة راحوا وقعدوا بثقيفة بني ساعدوا وشورى الآن إحنا نمارس الشورى فخلي نعزز ثقافة الشورى الثقافة الديمقراطية ونترك كل الأساطير والخرافات التي تدمر المجتمع فهناك أسئلة كثيرة من الحقيقة على هذه البيانات التي دائما سيد مقتر الصدر يصدرها ومفتري بهالجماعات المنحرفة ماذا يجري داخل التيار الصدري لماذا يعجز الصدر عن السيطرة عليه ولماذا تظهر بين الآونة وأخرى تنظيمات منحرفة فيه ما هو مقياس الانحراف العقائدي ما هو مقياس الإخلاص والتقوى والنية الصادقة في مقابل هؤلاء المنحرفين هل نحن أو التيار الصدري البقية خوشة وادم يعني أفكارهم صحيحة مو منحرفين هذا السؤال لازم يطرح مو فقط نتهم الآخرين دولا منحرفين لأنهم قالوا كذا وكذا وإحنا على الجادة المستقيم وماشيين نعيد السؤال أيضا للتاريخ لماذا لا يعتبر النواب الأربعة الذين الدعوا والنيابة الخاصة عن إمام المهدي أن هؤلاء كانوا منحرفين وهم أول من ابتدع بدعة السفارة والدعا والسفارة عن إمام المهدي لماذا لا يعتبر المؤمن المؤمن بوجود إمام الغائب في صورة غير طبيعية 1200 سنة عمره الآن هذا مو منحرف لماذا لا نعتبره منحرفا لماذا يعني مشكلة عقلية عنده ليعتقد واحد 1200 سنة عمره وباقي بدون أي دليل شرعي مجرد قياس وتشبيه هذا في مشكلة في ثقافته في عقله يعني لماذا لا يعتبر مدعي النيابة العامة عن ذلك الإمام الغائب منحرفا المراجع اللي دعون هم نواب الإمام العامين وهم ولاة أمر المسلمين وهم حكام المسلمين فذلك الشو مو منحرفين هالفكر مو منحرف مو فكر ديكتاتوري باسم نواة مهدي ديركبوا علينا وعلى أي أساس يتهمهم الصدر بأن هؤلاء منحرفون دنيويون ماكرون فاسدون والبقية شنو ملاهكة يعني ما علاقة هذا التنظيم بأصحاب القضية التنظيم اللي ادعي المهدوية والإمام اللي منشقين شنو علاقتهم بذلك المقتدى هو الإمام المهدي وكيف يريدون قتلوا وكيف عرف ذلك ولماذا لم يوقفهم ولماذا لم يقتلوا حتى العامة شنو هذه التهمة تحريضية ولا حقيقة يعني هل هم جماعة ارتدت عن الصدر بعد تبرؤه منهم تبرأ من أصحاب القضية فصار فالناس آخرين من أدهم قالوا يابا احنا نجيبنا واحد مهدي جديد وتريد الانتقام منه وقد اتخذ شخصا آخر نائبا عن المهدي أو المهدي إذا كان الصدر متأكدا من محاولتهم قتله فلماذا لا يشتكي عند الأجهزة الأمنية الرسمية العراقية يقدم المعلومات ونعتقلوهم لماذا يحرض عليهم ثم يقول لا تمسوا حياتهم لأنهم يريدون قتلوني أو ناس يحبون صدر إذا كان الدعاء القرب من المهدي يشكله ضررا بالدين والمذهب واللحمة الوطنية كما يقول السيد مقتد الصدر فهل الأقوال الأخرى بالنيابة الخاصة والعامة عبر التاريخ من مقلب الصورة من مقلب الكبرى لا تشكل ضررا بالدين والمذهب واللحمة الوطنية وهي قسمت هاي الفكرة الاعتقاد بوجود محمد بن حسن عسكري كون الفرقة الشيعية وهاي الفرقة شقت المسلمين صار عندنا سنة وشيعة خلنشيل هذا الليوان ميدي نرجع قلتنا متحدين نرجع مسلمين ماكو فرق بيننا نصلي ونصوم نحج ونزكي هاي القضية اللي ولت فكرة براسنا وسببت مشاكل باللحمة الوطنية الوحدة الاسلامية وايضا اضرت بالدين لانو عطلنا كثيرا من الاحكام الدينية وولدنا الدكتاتورية الان الدكتاتورية المرجعية باسم الامام المهدي باسم النيابة العامة عن هذا الامام او النيابة الخاصة نحن علاقة خاصة مباشرة فيسولون اصابات وميليشيات وجيوش باسم الامام المهدي ويرجون يسيطرون على الشعب فنحن بحاجة الام في هذه المناسبة ان نتوقف قليلا والتيار الصدري والسليل المقتلع اول الناس عليها ان يقف ويعيج النظر في موضوع مجيود هذا الامام وما ترتب عليه من اشياء خطيرة جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا